الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصابق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون بدأنا في الدرس الماضي بالحديث عن موضوع الإفك وقد جاءت آيات بينات تصف هذا الحديث وتبرئ السيدة عائشة رضي الله عنها وتضع للمؤمنين منهجا عليهم أن يطبقوه في قضايا اجتماعية اجتماعية مشابهة لحديث الإفك فبادئ ذي بدء القصة التي ترد في القرآن الكريم ليست مقصودة لذاتها إنما المقصود أن يستنبط منها أحكام وآداب تكون منهجا للمؤمنين في تعاملهم مع مثل هذه الموضوعات ولن ترد قصة في القرآن الكريم ما لم تكن قصة نموذجية تمثل نماذج بشرية متكررة فليس المقصود هذا الحديث بقدر ما هو المقصود أن نستنبط منه الأحكام والآداب والمنهج الصحيح لتعاملنا مع بعضنا بعضا فيما لو وقع مثل هذا الحديث يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصفة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الموضوع أن الإنسان قد يرى حادثه أو أن الحادثة إذا وقعت يراها جميع الناس من دون استثناء ولكنهم يتفاوتون في تفسيرها قد ترى أبا يضرب ابنه الضرب وقع والصورة ارتسمت على سبكية العين ولكن الناس متفاوتون في تفسير هذا الضرب فالأبو الذي ينطوي على رحمة بالغة بأولاده يفسر هذا الضرب لمصلحة الأولاد وإنسان صغير السن يرى في هذا الضرب ظلما وإنسان آخر بعيد عن معرفة الأب يرى في هذا الضرب قسوة وإنسان رابع يرى في هذا الضرب تسرعا وإنسان خامس يرى في هذا الضرب تشفيا فالضرب يراه جميع الناس ولكن الناس متفاوتون في تفسيره فالبطولة في التفسير الوقائع جميعا نتساوى في الاطلاع عليها وقائع الأحداث جميعا نحن نتساوى جميعا في الاطلاع عليها ولكن الإنسان كلما ارتقى فهمه وكلما اقترب من ربه يملك قدرة على تفسير الوقائع فربنا عز وجل قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير قال بعضهم رب ضارة نافعة والآية الكريمة التي يجب أن تكون أمامنا جميعا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون المؤمن لما يستسلم لله عز وجل يستسلم إلى الله استسلاما كليا ومع هذا الاستسلام مطبق لأمره منتهن عن نهيه الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه الأمن والطمأنينة فأي شيء جاءه يقول لا بد من أن يكون الخير كامنا فيه إما أن يرى الخير ظاهرا فيه أو أن لا يرى فيه خيرا ظاهر فلا بد من خير كامن النبي علمنا اللهم صلي عليه قال عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن يعني تطبيقا لهذه المقدمة أحدنا في حياته في زواجه في عمله في دخله في صحته هناك عوارض هناك أشياء مزعجة أشياء مسرة أشياء مقبولة أشياء غير مقبولة أشياء تدفع إلى الألم والحزن أشياء تدفع إلى الضيق هذه الأشياء المحزنة أو المفرحة التي تدفع إلى الضيق أو إلى السرور التوفيق في الزواج أو عدم التوفيق نشأت مشكلة أو لم تنشأ فاحت قضية فاحت سمعة سيئة أنت منها بريء والله يعلم أنك بريء مثل هذه القضايا التي تتكرر والتي تحدث في المجتمعات بل في مجتمعات أهل الإيمان ينبغي أن تفسر في ضوء هذا الحديث في ضوء حديث الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير يعني كل شيء قبل أن يقع افعل ما تشاء تلاف وقوعه الله أعطاك عقل لذلك القضاء والقدر نوعين لما سيدنا عمر رضي الله عنه كان في طريقه إلى الشام علم أن بالشام وباء مرضاً وبيلاً فبعض أصحابه اقترح عليه أن يدخل الشام ولا يبالي بقضاء الله وقدره يعني لا مفر من قضاء الله وبعض أصحابه الآخرين اقترح عليه أن لا يدخل الشام أخذاً بالأسباب سيدنا عمر بعدئذ انتنع عن دخول الشام فقال بعضهم يا أمير المؤمنين أتفر من قضاء الله فقال نعم أفر من قضاء الله إلى قضاء الله ثم قال قولته الشهيرة يخاطب هذا المعترض لو أن هناك واديين من المرعة وادي المعشب ووادي المجدب فأنت إذا رعيت غنمك في الوادي المعشب رعيتها بقضاء الله وقدره وإن رعيتها في الوادي المجدب رعيتها بقضاء الله وقدره فأنت ماذا تفعل تفر من قضاء الله إلى قضاء الله فالإنسان قبل أن تقع الأمور يعني فيه شبح مرض من باب أولى الإنسان يتداوى يأخذ الأسباب في قضية في طريقها إليك تلافاها أنت فقبل أن تقع الأشياء يجب أن تحكم العقل ويجب أن تحكم الأسباب ويجب أن تأخذ بالأسباب لكن بعد أن تقع الأمور يجب أن تعتقد أن هذا الذي وقع هو بقضاء الله وقدره وأن قضاء الله وقدره خير كله للعباد لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن فاليوم في شيء بالدرس جديد يعني الأشياء قبل أن تقع عليك أن تتلافاها الأشياء المؤلمة المزعجة لو فرضنا إنسان يعني ماشي مع امرأة في الطريق وهو أعزب فرآه صديق له يقول هذه أختي يا أخي هذه أختي هذه مثلا النبي الكريم قال هذه زوجتي فالإنسان عليه أن يدفع عن نفسه كلام الآخرين رحم الله عبداً جبل مغيبة عن نفسه يعني أنت مسافر ووكلت يعني قريب لزوجتك وقد يكون أخاها أن يتفقد أمور البيت فإذا أعلمت الجيران أنه أنا وكلت أخو زوجتي أن يؤمن لهم الحوائج هذا كلام ضروري جداً لأن أنت نسيت عن نفسك ما قد يتبادر إلى أذهانهم من أن هذا العمل غير صحيح فقبل أن تقع الأشياء يجب أن تأخذ بالأسباب يجب أن لا تفعل شيئاً له تفسيران يجب أن توضح للناس كل شيء البيان يطرد الشيطان في تعاملك المالي في تعاملك مع النساء في تعاملك الدقيق يجب أن توضح التوضيح يطرد الشيطان البيان يطرد الشيطان ولكن إذا أخذت بكل الأسباب ووقعت مشكلة الآن ليكن هذا الحديث حديث الإفكي أسوة لك في حياتك هذا قضاء الله وقدره فلا مفر من قضاء الله وقدره إلا بالتوضيح والله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عن المؤمنين لقول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إذن هذا يفيدنا أن كل مشكلة تقع في محيط الأسرة قبل أن تقع عليك أن تتلافأ وقوعها انطلاقا من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ناقتي تركتها أأعقلها أم أتوكل فقال عقلها وتوكل انطلاقا من هذا التوجيه النبوي عليك أن تعقل ثم تتوكل عليك أن تأخذ بكل الأسباب ثم تتوكل على رب الأرباب هذا قبل أن تقع المشكلة لكن إذا أخذت بكل الأسباب ثم وقعت هذا قضاء الله وقدره لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندئذ يتولى الدفاع عنك ويتولى تبرئة البريء وإذانة المتهم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم يا ربنا عز وجل يعامل الناس بميزان دقيق جدا حديث الأفق إنسان تولى ترويجه في المدينة والذي تولى كبره منكم يعني أن يشاع هذا الحديث أن ينتقل من بيت إلى بيت أن يتفاقم الأمر هذا الذي يفعل هذا له عذاب عظيم إنسان آخر سمع وصدق هذا له عقاب معين هذا سمع ولم يصدق هذا سمع وكذب هذا سمع وأحسن الظنة بزوجة النبي عليه الصلاة والسلام فكل موقف له حساب الأطباء يقولون ليس هناك مرض بل هناك مريض والحقيقة إذا فيه بالأرض خمسة آلاف مليون إنسان كل إنسان يقف موقف يوزن بميزان دقيق دقيق ويحاسب عليه أما الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين هذه لولا حرف حض بمعنى هل فيا أيها المؤمنون هل إذا سمعتم هذا الحديث المفترة ظننتم بأنفسكم خيرا قشتم هذا على أنفسكم إنكم لن تفعلوا هذا الذي يروج عن صفوانا وعن السيدة عائشة إن كنتم لا تفعلون هذا فهما لا يفعلانه من باب أولى هذا معنى المعنى الثاني يعني حسن الظن من صفات المؤمن قال عليه الصلاة والسلام حسن الظن بالله ثمن الجنة وحسن الظن بإخوتك المؤمنين دليل أنك مؤمن أنت مؤمن وتعرف من هو المؤمن فحسن الظن بالمؤمنين دليل إيمانك وسوء الظن بالمؤمنين دليل بعدك عن الإيمان لهذا قيل من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه أنت حينما تسيء الظن بأخيك المؤمن فكأنما تشكك في هذا الدين يعني هذا الدين لم يستطع أن يرقى بهذا الإنسان إلى المستوى الأكمل لذلك من أساء الظن بأخيه المؤمن فكأنما أساء الظن بربه لولا إذ سمعتموه وذو النفس الطيبة يظن بالناس الطيب الذي ينطلق من إخلاص يظن الإخلاص في جميع الناس والذي ينطلق من خيانة يظن الخيانة في جميع الناس يعني أنت في أغلب الأحوال تنطلق من واقع تعيشه هذا الواقع ربما تسقطه على الآخرين فهؤلاء الذين يشككون ويروجون ويسيئون إلى المؤمنين هم في الأصل فاسدون خبيسون والله سبحانه وتعالى كشفهم للناس وما حديث الإفك إلا محك محص الله به المؤمنين والله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب يعني صور منخل وفي حبوب هذه الاهتزازات التي يفعلها من يريد أن يمحص هذه الحبوب ماذا تفعل هذه الاهتزازات الحب الكبير تبقى والصغيرة تسقط وكذلك ربنا عز وجل بعض الأحداث القاسية أحياناً بعض الهزات بعض المشكلات إنها تفرز المؤمنين إلى مؤمنين صادقين وإلى مؤمنين ضعاف وإلى منافقين وإلى كافرين فهذه الأحداث التي تنزعز منها أنت ربما كانت فرزاً نوعياً للناس في زمن ما ويقول الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون يا ربنا عز وجل في الأخبار العادية يكفي شاهد واحد وفي العلاقات المالية لا بد من شاهدين فإن كان أحد الشاهدين امرأة فلا بد من امرأتين وشاهد أما في قضايا العرض وقضايا القذف وموضوع العرض في التعريف الدقيق هو موطن المدح والذم من الإنسان موطن المدح والذم من الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذبوا عن أعراضكم بأموالكم يعني دافعوا عن أعراضكم بأموالكم ففي موضوع العرض والعرض أثنن ما يملكه الإنسان فربنا سبحانه وتعالى جعل القذف في هذا الموضوع يحتاج إلى أربعة شهود القضية تسبب يعني تحطيم إنسان في مستوى الاجتماعي أو رفعه نعم فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ربنا عز وجل رحيم من رحمته أنه فتح باب التوبة من رحمته أنه جعل لمن تجاوز الحدود حدا يقام عليه وهذا الحد الذي يقام عليه هو كفارة له كفارة الزنا الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن فإذا وقع الإنسان في الزنا ورجم أو جلد وتاب من ذنبه توفاه الله عز وجل وليس عليه شيء فربنا سبحانه وتعالى جعل إقامة الحد لهذا الإنسان كفارة له وربنا عز وجل يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ومن علامات الإيمان أن ترى فضل الله عليك دائما فضل الله عليك إذ أوجدك ولم تكن شيئا مذكورة هذه نعمة الإيجاد وفضل الله عليك إذ أمدك بما تحتاج من طعام وشراب وعطف وحنان جعل لك أما وأبا يعطفان عليك وخلق لك هذا الهواء وهذا الماء وهذا الطعام والشراب وهذه نعمة الإنداد وفضل الله عليك ثالثة بنعمة الإرشاد فنقلك من الظلمات إلى النور وهداك إلى الطريق المستقيم وشرح الله لك صدرك للإسلام والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر